السلام عليكم تلاميذ الصف السادس درسنا اليوم راح يكون تكملة المنهج ان شاء الله يوم موضوعنا راح يكون مساعدة الاصدقاء يقول اقرأ وساعد هذه الاطفال بتكملة هذه الجمل باستخدام should or shouldn't and وتختار الفعل الصحيح هسا راح اشرح لكم هوني تنتبهون علينا اول شي اشرح لكم التمييز بين should و shouldn't اول شي should هو الفعل المساعد معناته ينبغي ان ويكون بعده عمل مستحب يعني اشه you مثال you should play sport play sport هو عمل محبب فلازم اخلي should وعندي ملاحظة قلنا should تستخدم للنصيحة ويكون بعدها الفعل مجرد اشه فعل مجرد معناته خالي من الاضافات اذا هوني الفعل هو خالي من الاضافات واستخدمته should ليش لان هو عمل محبب زين عمل محبب هسا ننتقل الى shouldn't طبعا اختصار نحذف حرف العلة الO shouldn't معناته لا ينبغي ان يكون وبعده يكون عمل غير مستحب هسا نغشع you shouldn't play for too many hours اش قلو قلو لا ينبغي ان تلعب لساعات عديدة او ساعة طويلة فاش اختارينا بما انه يعني واحد يدعب ساعة طويلة هذا عمل غير محبب فاذن لازم اختار shouldn't استخدمته الانصحوا انه هذا عمل غير محبب فلهذا استخدمته shouldn't وبعده الverb اللي هو play يكون مجرد وما معنا مجرد انه خالي من الاضافات فهس سترحن حلوة ميزة تنتبهون علي I have a stomach ache قالوا لدي ألم في المعدة تنتبهون بانه you فراغ وفراغ so much cake طبعا اعطاني فراغين الفراغ الاول اش يريد يريد ايمتي انخلي should وايمتي انخلي shouldn't والفراغ الثاني لازم نختار الفعل المناسب اللي هو اعطاني ومن هون اول شي بما انه هو الاكل اللي كثير هو عمل غير محبب فانا لازم اش استخدم استخدم بالفراغ الاول shouldn't ليش لان هو عمل غير محبب بما انه so much cake وهون اعطاني الفرب eat وdrink الكيك نش غابلو ناكلو اذا لان eat معناته يأكل وdrink يشرب اذا اش نختار نختار eat you shouldn't eat so much cake زي ننتقل للمربع الثاني she cut her finger هي جراحة اسبعة محبب she should بعدين اش اختار الفعل put معناته يضع where يرتدي اذا اش اخلي put فاشقله اطانه نصيحة وعمل محبب هو فاش اقول she should put a plaster or a bandage on it مربع الثالث i have a tooth thick لدي الم اسنان فاعطاني you for how for how to dent test تنتبهون dent test هو طبيب الاسنان يختلف عن باقي الامراض اللي هو يسمونه doctor تنتبهون عليها احتمال هذا يجي فراغ الوزاري زين فمنعدكم الم اسنان لازم اختار dent test ما اختار داكتار اذا عندي الم اسنان اش اختار dent test اوكي فننتبه بانه ينصحه بانه عمل محبب اذا اش اخلي فراغ الاول should فراغ الثاني اش قل go look go معناته يذهب look معناته ينظر اذا اش اخلي الverb go اش قل you should go to dent test نصحه وهذا عمل محبب اذا خلي should ننتقل الى الفراغ المربع اللاغ i think my lake is broken قل انا اعتقد بانه ساقي كسرت you فراغ فراغ on it stand go stand تقف go يذهب فقل له هذا عمل غير محبب اذا انت غجلك مكسوغة لازم ما تقف عليها حتى بالعربي احنا من نحكي عمل غير محبب يعني نقل لا فماش قل you shouldn't ليش لان عمل غير محبب اذا غجل واحد مكسوغة يقف عليه لو ما يقف لازم ما يقف عليه فاذن you shouldn't stand on it then he doesn't feel well he has a calf cold and his throat is sore اش قال هو لا يشعر بحالة جيدة ولديه سعال وبرد وحتى البلعم الملتهب فاش نصحوا طبعا out of school اذا واحد مريض يظل بالبيت لو بالمدرسة وما تصدقون تظلون انتم بالبيت زين فاش عطانا عطانا فراغين الفراغ الاول لازم ايمتي نستخدم should و ايمتي shouldn't بمنه عمل غير محبب اذا he shouldn't be يكون work عمل اذا be نختار يعني يكون يجب عليك ان لا تكون في المدرسة he shouldn't be at school my feet are hurting قدم ما يتؤلماني عش قال له your shoes are too small قال احذيتك حذائك صغير فنصحوا قال you فراغ فراغ some bigger one هذا عمل محبب اذا انت تشتغيش جديد فاذا you should buy some bigger ones مين اخذنا tech ياخذ buy يشتري فاذا نستخدم buy وغير تنتبهون ان small هي صفة ودائما قبل الصفة تأتي two معناته ايضا تنتبهون لهون ها ننتقل على المربع اللاخ they are always tired at school دائما هم متعبين في المدرسة من اللي يجي تعبان بالمدرسة اللي ما ينام كثير فاش يقول they more sleep من واحد ينام كثير هذا عمل محبب له غير محبب محبب فاش قلو get معناته يأخذ وdo يفعل اذا اش قلو عمل محبب اذا اخلي they should على انصحه get يأخذ more sleep اكثر ساعات من النوم it is so hot and he feels sick هو كان عنده حرارة ويشعر بالمرض فاش قلو more water بما انه عطانا water drink يشرب like يحب بما انه ماي اذا لازم استخدم الفعل drink وبما انه الوحد يشرب ماي كثير يعني هو شيء عمل محبب فاش نصحه he should drink more water my little brother burnt himself يقول اخي الصغير حرق نفسه فهو هذا عطاني he should for hot suspense ما دام عطاني touch عطاني have touch يلمس وhave يأخذ فاذا بما انه من واحد يمسك قدر يعني حار هذا عمل غير محبب فاش يقول he shouldn't touch hot suspense تنتبهولي عليها كلش مهمة من الاسئلة المهمة اللي تجي بالوزاري وهس ها اكمل لكم الدرس الصفحة البعدة